السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 26 نيسان إبريل يعني جمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود بالعقرب ورح ينتقل بساعات الفجر لبرج القوس الساعة 31 دقيقة فجرا فجر الجمعة احنا بفترة خلو مسار طبعا القمر لما ينتقل القوس رح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 9 و37 دقيقة من صباح يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و45 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا احنا الآن في فترة خلو مسار أو ذكرنا في حلقة الأمس انه خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 11 و16 دقيقة من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و37 دقيقة من فجر يوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر طبعا بما انه بده ينتقل لبرج القوس معناته خلال هذا اليوم نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط بعد انتقاله واستقراره بعد الساعة 11 و37 دقيقة فجرا نلتقي بناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسيات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن أيضا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هي ذروتها طبعا تأثيراتها رح تكون طيلة النهار هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نخضع لعمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية أما باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية هاي الأعضاء إذا شعرنا بشيء غير اعتياد ما نستهين بالموضوع نراجع الطبيب أو نخذ العلاج المناسب أن الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية باقي أعضاء الجسم زي ما حكينا ما في أي مشاكل بإجراء العمليات الجراحية أيضا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح أيضا للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح يستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون الساعة 37 دقيقة من صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9.37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 18 يوم في تمام الساعة 6.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة منبدأ في اليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة بتصير 91% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% القمر في العقرب وزي ما حكينا الآن ورح ينتقل للقوس ورح يضل موجود في برج القوس ليوم 28 أربعة سعيد بنسبة 15% الآن ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% ساعات العصر تنزل نسبة السعادة لـ 15% عطارد في الحمل حتى يوم 15.05 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 34 منتحس بنسبة 5% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة أما من ساعات الفجر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبصير فيه نوع من أنواع اللقاءات أو فرص بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا أو حتى الإقناع والاهتمام بالتحليل والفلسفة أو ده أخذ دورة جديدة وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شي إنك تتحرك على مختلف الأصعد لأنها هاي فترة ممتازة جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بتظل الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها بتظلها فترة سلبية لأن القمر موجود مقابلكم تماما بتظل ضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة أما من ساعات الفجر وما بعد هنا بتدخل فترة أحسن من الفترة الماضية بتعدلكم ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أو تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الوضع اللي أنت فيه بيطمعن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن بده يبدأ في مراحل المقابلة لإلكم فعشان يحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات الفجر وبدك تنتبه لغذائك وراحتك بشكل قوي حتى الأمور الصحية أما من ساعات الفجر وما بعد بينتصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجل الكلام وما توجه ملاحظة لأنه خصمك قوي ما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام نوع من أنواع الارتباط المهم فبدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بالضر رغبتكم قوية جدا للتقارب مع أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاول قدر الإمكان أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وبرضو حاول أنك تمسك عصابك أثناء الحوار أو أثناء التعامل معهم من ساعات الفجر وما بعد هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم حاضروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارية فممكن تشعر ببعض التوتر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعات الفجر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن يكون في قلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن أنها تظهر مشكلة شخصية من ساعات الفجر وما بعد هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ابتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن أنك تقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لممارسة هواية أو للترفيه أو للتواصل مع الأحبة فترة ممتازة دعم لإلك بقوة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بظل في نوع من أنواع النشاط في مجال السفر والاتصالات وبالظل فترة مناسبة لا اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ولكن بدك تدير بالك أثناء تنقلاتك وحواراتك ونقاشاتك لأنه فترة فيها خلوم مسار وأيضا بتحمل بعض السلبية أما من ساعات الفجر وما بعد فونا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة أينها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك فما تخالف القوانين ويحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك أكثر فترة تبدها تركيز على المستوى العائلي والمناسبات أيضا بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل فيه فرصة للاهتمام بالمسائل المالية من الآن وحتى ساعات الفجر ولكن بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو المغامرات المالية أما من ساعات الفجر وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو مثلا تدخل بدورة جديدة أو تدخل باتصالات واسعة هاي الأحداث كلها بتسفر عن اتفاق ومصالحة الأجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة خلال هذا اليوم حاول تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبظل النشاط موجود ولكن ممكن يتقلب المزاج عندكم من الآن وحتى ساعات الفجر فضبط العصاب مطلوب وما تبادر بأشياء حساسة أو أشياء فيصلية بحياتك بدك تكون واقعي لأنه فترة خلوم مسار أما من ساعات الفجر وما بعد هنا اليوم بتركزوا على تنظيم ميزانيتكم في بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات همات ولكن حاول أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالأمور المالية انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدكوا تديروا بالكم من الآن وحتى ساعات الفجر بدكوا تنتبهوا لصحتكم برضو ما تبالغوا بإنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة حاول ما تتخذ قرارات حاسمة لغاية ساعات الفجر لحد ما يوصل القمر لا عندك في ساعات الفجر فما بعد ساعات الفجر بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم ممكن تسمع خبر صار أو شيء قلق منه أو خايف منه اليوم يتلاشى أو ينتهي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح الآن بلش القمر يقترب من بيت المتاعب فبضل في نوع من أنواع التواصل ما بينكم ومبين أصدقائكم أو تعزيز العلاقة مع الأصدقاء أو علاقة اجتماعية ولكن حاول إنك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع الغير من ساعات الفجر وما بعد هنا القمر بوصل لبيت متاعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الفترة هاي الآن لغاية ساعة الفجر بالضل مناسبة للأشخاص اللي بدهم يتواصلوا بعلاقاتهم الاجتماعية أو يحززوا سمعتهم أو يدافعوا عن مصالحهم ولكن فترة لا تصلح للمغامرات والمجازفات أما من ساعات الفجر وما بعد فهنا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم نشاط اجتماعي وعلاقاتك هي مصدر أو هي المفتاح للمكاسب خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات من الآن وحتى ساعة الفجر وبظل فيه عندكم نشاط بالحوار والنقاش أو التواصل مع الأحبة ولكن ضبط العصاب مطلوب أثناء التعامل مع الغير وبدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعات الفجر وما بعد فهنا وخلال هذا اليوم ينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح حتى ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بمسؤولياتك وتعتبر هاي الفترة فترة واعدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء